السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في مادة الرياضيات للصف الثاني سنتابع اليوم درس طرح عشرة ومئة وسنستكمل معاً فيه ما درسناه سابقاً تعلمنا سابقاً كيف نطرح عشرة من عدد مكون من ثلاثة أرقام وكيف نطرح مئة من عدد مكون من ثلاثة أرقام هل تتذكر ماذا تعلمنا؟ كيف نطرح عشرة من عدد مكون من ثلاثة أرقام؟ رائع عندما نطرح عشرة فإن رقم العشرات يقل بمقدار واحد ماذا عن المئات عندما نطرح مئة؟ رائع عندما نطرح مئة فإن رقم المئات يقل بمقدار واحد وقمنا بإيجاد ناتج الطرح ذهنياً اليوم ماذا سنتعلم؟ سنتعلم اليوم كيفية حاول أن تقرأ اقرأ نقرأ معاً كيفية حل مسائل لفظية على طرح عشرة ومئة من عدد مكون من ثلاثة أرقام ذهنياً إذن سوف نتعلم كيف نطرح العشرة والمئة من خلال مسائل لفظية قبل البدء بالحل تحتاج عزيزي الطالب إلى تجهيز كتاب الرياضية والقلب والاستعداد للشرح هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ معاً لدينا هنا مسألة كلامية عزيزي الطالب حاول أن تقرأ المسألة بمفردك سوف أعطيك دقيقة الآن هيا لنقرأ معاً المسألة درست غادة عن النحل النحل جميعاً نعرف حشرة النحل ونعرف أن النحل تعطينا أو تنتج لنا ماذا تنتج؟ شراب لذيذ سائغ طعمه ما هو؟ رائع إنه العسل ما رأيك بالعسل؟ هل هو مفيد لصحتنا؟ نعم لذلك أنصحك بتناول العسل يومياً وذلك لتحافظ على صحة جسمك وتقويم مناعتك إذن نتابع درست غادة عن النحل ووجدت أن النوع الأول من النحل ووجدت أن النوع الأول من النحل يمكنه تلقيح تسعمائة وخمسة وخمسون نبتة كل يوم أما النوع الثاني أو الآخر من النحل فيلقح عدداً من النبتات يقل بمقدار مئة نبتة عما يلقحه النوع الأول ما عدد النبتات التي يلقحها النوع الثاني من النحل؟ فكر عزيزي طالب ما هي موطيات التي ستساعدني على حل المسألة؟ فكر قليلاً رائع هيا لنضع معاً خطاً تحت الموطيات في المسألة النوع الأول من النحل يمكنه تلقيح تسعمائة وخمسة وخمسون نبتة النوع الآخر من النحل يلقح عدداً يقل بمقدار مئة نبتة عن النوع الأول المطلوب مني بالمسألة ما هو إيجاد عدد النبتات التي يلقحها النوع الثاني من النحل؟ الآن بعد أن فهمت المسألة جيداً فكر عزيزي الطالب قليلاً ما هي العملية الحسابية التي تساعدني على إيجاد عدد النبتات التي يلقحها النوع الثاني من النحل؟ فكر قليلاً ممتاز العملية هي عملية الطرح ما الذي يساعدك على استنتاج أن العملية هي عملية الطرح؟ انظر إلى المسألة ما هي الكلمة التي أوحت لي بأن العملية هي عملية الطرح؟ فكر رائع كلمة يقل بي إذن لدي نوعان من النحل النوع الأول يلقح عدداً من النبتات هيا بنا لنكتب جملة الطرح معاً نبدأ سهلة الحل رائع لنستكمل معاني الآن ونتأكد من صحة الحل ولكن قبل ذلك أسأل عندما أطرح مئة من عدد مكون من ثلاثة أرقام ما الذي سيتغير عندي؟ الأحاد العشرات أم المئات؟ ممتاز المئات تعلمنا سابقاً أن طرح مئة من عدد يجعل رقم المئات يقل بمقدار واحد هيا الآن فكر ما هي الحقيقة التي تساعدني على طرحي؟ واحد مئة من تسعمئات أريد الحقيقة رائع اكتبها في كتابك نكتب معاً لدي تسعمئات ناقص واحد إذن تسعة ناقص واحد كم ناتج تسعة ناقص واحد؟ تسعة ناقص واحد يساوي ثمانية ما هو ناتج الطرح؟ ما الذي تغير عندي هنا؟ تغيرت فقط المئات إذن تسعمئة وخمسة وخمسون ناقص مئة المئات أصبحت ثمانمئة ماذا عن العشرات؟ بقيت كما هي ماذا عن الآحات؟ بقيت كما هي إذن ناتج الطرح هنا اقرأ العدد معي ثمانمئة وخمسة وخمسون إذن عدد النبتات التي يلقحها النوع الثاني من النحل هو اقرأ ثمانمئة وخمسة وخمسون الآن تأكد معي عزيزي الطالب من فهمك يمكنك فتح الكتاب صفحة مئتان وستة وخمسون والبدء بحل تدريب رقم واحد وعشرون هيا بنا سأقرأ وأنت عليك أن تتبع معي في الكتاب أقيم سباق الرقد في مدينة صغيرة إذن مدينة صغيرة أقيم فيها سباق للرقد عشرة من العدائي لم ينهوا السباق انتبه إلى كلمة لم ينهوا السباق ما عدد العدائين الذين أنهوا السباق؟ ونمضش من خلال كتابة جملة عددية عزيزي الطالب معا نفكر ما هي معطيات المسألة هل ذكر عدد العدائين الذين شاركوا في السباق؟ نعم من خلال الغلاف المعروضي هنا فكان عدد العدائين المشاركين في سباق الرقد السنوي هو ستماء وتسعة وثمانون عداء جميعهم شاركوا في السباق ولكن ذكر لي في المسألة أن عشرة منهم لم ينهوا السباق عشرة لم ينهوا السباق إذن كم عدد العدائين الذين أنهوا السباق؟ نكتب جملة الطرح نبدأ بالعدد ستماء هيا أكتب معي وتسعة وثمانون ناقص العدد هنا عدد العدائين كاملا عشرة منهم لم ينهوا السباق إذن كم عدد العدائين الذين أنهوا السباق؟ هنا أطرح عشرة من عدد مكوم من ثلاثة أرقام ما الذي يحصل عندما أطرح عشرة من عدد مكوم من ثلاثة أرقام؟ ما الذي يتغير؟ رائع يتغير رقم العشرات إذن ثمانية عشرات ناقص واحد عشرة يساوي رائع سبا عشرات والحقيقة هي ثمانية ناقص واحد يساوي سبعة هل تغيرت المئات؟ لم تتغير ستماء ماذا عن العشرات؟ أوجدنا أن ثمانية ناقص واحد يساوي سبعة الأحاد تغيرت؟ لم تتغير الأحاد إذن بقيت كما هي تسعة إذن كم عدد العدائين الذين أنهوا السباق؟ هيا اقرأ العدد رائع ستماء وتسعة وسبعون رائع هل كانت إجابتك صحيحة؟ أعتقد أن إجابتك كانت صحيحة إذا كانت إجابتك صحيحة فبإمكانك أن تضع إشارة صح وترسم الوجه السعيد والآن أعتقد أنه بإمكانك حل الواجب في الكتابي صفحة مئتان وسبعة وخمسون التدريب رقم واحد واثنان وصفحة مئتان وثمانية وخمسون التدريب إحدى عشر أتمنى منك عزيزي الطالب أن تقوم بالحل بمفردك وأعتقد أنك سوف تقوم بالحل بطريقة صحيحة شكرا لمتابعتك وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله إلى اللقاء أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تينز